في رسالة معنوانة بصباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام انا 48 سنة عملت عملية تغيير صمام وتوسعة صمام التاني ومشي على علاج بتاعي من سنتين بس المشكلة عندي ضيق نفس وكمان رجلاي بتورم ورجلي الشمال فوق الرجم بتقلمني وتقيلة طيب انت عملت عملية قلب مفتوح وغيرت صمام وضيقت صمام يعني لعب في صمامين الجراح مية مية انت بتاخدي مسيلات دم مية مية ما جبتيه سيرة وبدان بتاخدي مسيلات دم يبقى لكل واحد وعشرين يوم حتعملي تحليل سيولة كل واحد وعشرين يوم حتعملي تحليل سيولة اسمه INR اكيد عرفاه وتشوفيه مفروض الINR بتاعك يا صباح يبقى بين اتنين وثلاثة لا ينزل على اتنين ولا يزيد عن ثلاثة طبيعي واحد يعني النار بتاعي انا ما باخدش مسيلات دم يبقى واحد واللي بدين مسيلات دم عايز يبقى بين اتنين وثلاثة اتنين ونص اتنين وسبعة من عشرة اتنين واربعة من عشرة تلاثة ونص لأ يبقى الجرعة زيادة اقل من اتنين لأ تبقى الجرعة ليلة دي اهم حاجة في علاجك لكن انت بتشتكل كرش تنفذ سطار من رجلين ده هبوط في القلب ده هبوط لازم تروحي الدكتور بسرعة يا صباح لازم وتعملي ايكو تعملي ايكو هل الصمام سليم اللي انا عملته ساعتي بقى مش سليم يعني ساعات الصمام من حواليه كده يفوت دم او هو لزق شوية فهدا خطير جدا فلازم تروح تكشفي لان نفس بينهج مع تورم اللين ده يساوي هبوط في القلب في واحد عطت صمام لا ده انا اشيله فوق راسي اشيله فوق راسي اللي عطت صمام ده مش واحد عادي فحنبص عليكي كويس جدا جدا هل بتسخني ولا لا ما قلتيش لان ممكن جدا الصمام يجي حوليه بكتيريا تعمل مشكلة يبقى محتاجين في هذه الحالة ساعات ساعات مش في كل حالة تغيير الصمام يعني عملية تتعد تاني ساعات في بعض الحالات لازم تكشفي يا بنتي اللي انت بتقوليه ده مش سهل مش سهل